اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 مدام اشتركوا في القناة 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 سؤال هل يوجد زي موحد للأسافر المترمة يكون تقصيا وسليما له روح الأرطبوكسية الخالصة؟ نرى الآن البعض يرتدي صليب كامل ما يفد أو ما يشهر الأيقونة من الذهب الخالص أو البعض يرتدي ثلاثة من الثلاث بين صليب وأيقونة وبعض يخلط بالسخفة الكنعس الأخرى ويمسي بعض سواعية مختلفة عن غيره أين روح الأرطبوكسية التي زكى آبائنا في دماء الملك؟ أين روح الأرطبوكسية؟ في ناس عندهم روح الأخرى لازم يدوروا على حد ينتقدوه لازم دي مرض فأحيانا ينتقدو السيدات اللي دخلين الكنيسة في شكلهم أو في ملابس فأحيانا ينتقدو الخدمة له الكنيسة سواء الأرطب الكاهن أو الفدان لكنو الأخ ده من مستوى أرقم كده انو لازم ينتقدو المطابن والأساف انت مالك يا مال ما تخليك فعاد لبسه صليب لبسه آيكونة دي لها تأثير على خلاص نفسك ربنا هيمنعك من دخول السماء عشان المطران لبس آيكونة ولا لبس صليب ولا لبس الصليب جلده ولا الصليب معدنه ليه ياتني كده؟ ليه يروحه ينعك جديده؟ هذا صعب خالص هذا صعب خالص اللبسه موحد موحد لكنيه نوع ده انت أنا استقول نوعا القماش اللي بيلبسه ده غريبا على القماش اللي بيلبسه التاني أو نبسه كهانوتي يختلف عن غيره بلاش البسلط بلاش البسلط سؤال واصر على المطارة في الأسبوع الماضي وموجودة حاليا من باب الرجال هي باب الرجال باب الرجال باب الخروج يمكن يقصد من الحاجة أو في حاجة تاني مفاتيح وقت من الحاجة ويجي يقول لنا شكلها ايه وياخوة موجودة عندها باب الرجال واحد يقول لماذا نرى ان كل البدع والخلطفات وانقسام الكنيسه بيكون بسبب راهب أو كاهن أو أسطف أو حتى بطريال والشعب مثل الزيافة الأنثلة مثل أرغس وطاف المسلوب ونبع الباب الدسوروس والباب السنسوس الرسولي بيتعذب انهم سنوات طويلة في ما في التعذيب وابتخاب الارض السبب هو ان هذه الوقت بتكون في مجال التعليم واللي بيغلم العقيدة واللهود ممكن نؤرع في بدعة بقية الشعب العادية ليسوا في منصب التعليم ولذلك الكتاب يقول لا تكون معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعفر جميع الي اعني ين يقول لنريد ملخباستكم استعادة جسد الكتيس أسناسوس الرسولي حبيب المصريين وليس جسد من بفاته كما نريد استعادة داسة تنرقص الرسول المصروف من كنسة الإسكندرية وليس رفاده ونريد أجساده مكاملة غير مهفوصة شعره من برسه تم تكن التطلب المستحيل ما تلاقيه برده زي صحر الخط اللي فده بينين كلمة أجساد الإدسين رفاة الإدسين اتوزعت على حتة كتيرة جدا هتجبها ازاي؟ تجبها ازاي؟ ومنين؟ اتوزعت على حتة كتيرة على كمائس كتيرة على بلاد كتيرة فتجبها ازاي؟ انت لو عايز تاخد بركة تاخد بركة من التراب اللي كان بيمش عليها أولئي التدسين تاخد بركة من جزء من ثعوب بحث أولئي التدسين لكن مش ضروري الجسد كله ولو الجسد كله بخه يتحطى فين في مصر؟ في القاهرة؟ ولا في اسكندرية؟ ولا في السعيدة؟ ولا فوق بحث؟ ولا نلاقي جواب تاني من هذا نوع المريد إلى أخر؟ بس أولئك صعب المهاردة خلاص؟ واحدة بتقول أنا فتاة عمري 18 سنة مشكلتي إني بحب الشاب من سبعة سنوات يعني مساعدة كان عمرها 13 سنة لا سبعة ابقى عمرها 11 سنة اتولد بالدخاذه كده ولكن جاء لي شخص غيره للخطوبة ولكن أعمل إيه؟ رغم أن الطرف الأول سمع بأنني هتفتد شخص غيره طيب عملي لما لأ أنك هتفتد جهة تاني جهوا عدلك أنا مستعد بلا سكت مدام سكت يبقى مش ناوي والطرف الأول لم يوعدني بالكتوب خدي الحجر مضمونة وما تطعب ليش بحاجة يعني ما تضمنهاش أحد يقول أنه عامل في إحدى الكنائس منذ 17 سنة ومرض ومرض عشرة أيام بألم اللجنة وذهب الكنيسة قالوا له أنه مرسود بحاجة نتخط سلطة أحد يقول أحد يقول أنا مدرس أعدادي مقيم بالكافرة متزوج وأقول أفلان وأعود تفلين أنت مدرس ما تغلطش في النحن وإلى حق الماء مستفر وباقتني فرصة للعمل بالتدريس في الكويت ماذا أفعل؟ أقبل وروح الكويت والكويت لنا فيها أكبر كنيسة في بلاد الخليج كنيسة في بلاد الخليج وفيها فتنة وفيها أكبر ملكات ونحن مدرس هذا أحد يقول والدتي تبلغ من العمر خمسة واثناء يخرج من خمسة وسبعين عمر موصيبت بعدة أمراض وآخرها كان دلت في المخ دمرت أكثر من خمسة وسبعين في المئة من ثلاثة المخ وهي الآن في أكبر مستشاة نصر في دار الجوار موضوع على جهاز التنفس الصناعة من أكثر من عشرين يوم بخلال هذه الفترة لم تفت من غيبوبة ولا رحلة الأطباء المعالجون نصحونا بأننا نرفعها من على جهاز التنفس ما دم الأطباء أرهكم كده ممكن تترفع من جهاز التنفس لأن هي دلوقت جاهز ما تظنمش إنها عايشة ربما الحركة اللي فيها حركة الأجهزة لكن يقدر يعرفه برسم المخ هل المخ بيتحرك؟ ولا خط كده مفهوش حركة إن كان المخ لها حركة فيها والأطباء أرهكم ترفعوهم من جهاز ممكن ترفعوهم من جهاز هل إذا وفقنا على نطلها من الجهاز يكون قتلة لأمنا لها حريفة؟ يكون إنكم عرفتوا إنها ميتة من زمان مش من جهاز إذا وفقنا هل يمكننا ستحرك؟ شحكنا وحنا نقول أرسلت لخباسك منذ أسبوعين أشكى وظلم الأيام معه وخباسك تترمت شاكل ما قرأت رسالك ورسولك سوق بملكkiej وفي يوم السبت اللي بعديه تعرفت على طبيب لمحض السفر وكنت متنوله وحضره الدرس ذلك اليوم والسؤال هو هذو الطبيب انت مياده غير جيدة فهو بسيط جدا وانا كنت اقترب معه ولا اعرف هل سأقترب حوله ربنا كنا هاتوا في الصادق واني انسان هيجي يخطبك هتقولي برضو مش نسأكدها السريح ما هيقولها حولي انك تعرفو كل الصرفات رجل واحد يعمل لي اختبار شخص يقولي بعض الاسئلة التي اعتقد انها هام جدا اسأل الله العلي الكبير مشاجب العلي الكبير بالمياه ان تجيبون عليها بما اتاكم الله مناب كيف عرفتم الله قال عرفتموها حق المعرفة كيف كانت سجل تلك المعرفة بالعبادة عند الفكر ان بطرق اخرى ما هو وكل الاثتلاف بين الاليان في مدرب هل العقل بمفرده يمكن ان نصل الى الدين الحق وكيف نعلم ذلك لماذا تمتد المسيحية عند الاليان الاخرى وما هو وكل اعتقد ان نصيحة المفرده اعتقد أن هناك تحول معناه و הזد مفرده و هل شخص معناها فضول معناه يمكن ان يداره الاسئلة دي اعزة اجتماع لوحده لان لو عربت اجيب عليها وكلها مش اكفي الاجتماع فهاتفظ خصر الورقة دي وشفتك يا داري وشفتك يا داري خزتك يا داري مرحبا صحيح سعيد اوه لا يزال لئك هذا مستوى شفتك أتلقى ها ستها في السكرتاريا تبقوا تشوفوا بسم الاب والاب والوحف الطبس الاله الرحمن في لطاقة السيد المسيح مع التلاميذ تابلة صعودة بيقول الكتاب انه فتح حسانهم ليفهموا ما في الكتب دي بالنسبة للبحب عشر وبالنسبة لتنزيع معز فتح ذهرهم عشان يفهموا ما كتب عنه في العهد القبول من جهة المزامير ومن جهة النبوات ومن جهة الرموز من جهة كل هذه الأمور ودلالتها لأنهم مع كلهم رسل وناس كباب إلا أن هذه الموهبة لا بتكلمهم بك ما كانوش يعرفوا أي أسرار الكتب دي يمكن درسة في الاتباع وعطانينة أن أي واحد يقرأ كلمتين يفتكر أنه داء من العلماء ويتم لعقائد ويتم لعقائد ويتم لعقائد ويتم لعقائد والرسل حظ هذه اللحظة ما كانوش تهمينه ما ولد في الكتب تفتح الرب أساني هناك لكي يفتح نفس الوضع حدث مع الخاصي الحبشي كان راكب في مراكبته وبيقرأ صفر أشياء وما كانش فاهم أيه الكلام اللي فيه وبعدنا نروح الخدس قال لي في ربس اذهب وراءك هذه هي مركبة فسألوا قالوا انت فهم اللي بتقرأ قالوا ازاي افهم وما فيش حد يجبني اذا كثير من الناس بيقروا بالكتاب وهم مش فهمين مهما كان مستوى العالم عشان كده احنا بنصلك بنزنور ونقول افتح يا رب عيني لألا عبائب من شريعته وعشان كده الانسان لما بيقعد يصلي ساعات ما بيكونش فاهم كل عمق المزامير اللي بيصليه وبين الحين والأخر يرقي ربنا فتح ذهنه ليفهم بعض الفاظ الصلاة فيرب استمرار تطلب من ربنا ان يفتح ذهنه فيه اشخاص عيونهم مفتوحة زي ما سير المسيح قال لتلاميذه توبى لعيونكم لانها تبصر مش يقصد الامور المبدية ما الامور المبدية كل واحد بيشوف على حسب درجة نظره لكن الامور الروحية مش كل واحد عنه مفتوحة بالعام في فترة بره قال عن نفسه الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير في واحدة عنه مفتوحة بيقدر يرى الرؤى وانسان تاني لا يرى العدرة ظهرت في الزيتون في 2 ابريل سنة 68 واجتمع عشرات الالاف ارمئات الالاف وكثير منهم رأوا والبعض لم يروا فمش كل واحد عنده مفتوحة رؤى او عنده الاطباع الذي يرى بيش لان فيه انسان لما يرى رؤى قلبه يكبر فربنا يرى من الخطر من الخطر على هذا الانسان انه يشوف الرؤى لانه مش قده ولذلك مارس قال اذا ربنا اداك موغبة اطلب منه ان يديك اتضاع علشان الموغبة وإلا اطلب منه غلاش الموغبة دي اطلب منه ان يديك اتضاع علشان الموغبة مطلعكش علشان كان موجود في مرة والجنود هجمين على المدينة وكان تلميزه جاهزي معبود معاه وخايف لكن علشان كان بيرى ملائكة محيطة بالمدينة تدافع علشان تلميزه ما كانش شايف فقال ليش اعفرنا وقال افتح يا رب عيني الظلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا احيانا نكون شديخة معينة ونبقى تعبنين والأمين ليه؟ لاننا عندناش العين التي ترى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا يريد يكون عندنا هذه العين التي ترى وتطمئ وتطمئ وتطمئني بهذه البصيرة الروحية حتى حتى بعض الرسل التي كانت لهم العيوم المسلوحة كان من له في بعض أوقات كان ربنا في بعض الأوقات يفتح شبية من ذهنهم ومن رؤيتهم في أمور معينة مثال لذلك بطرس الرسول جالوا حنانة وسفيرة يبيعوا أبوابهم ويبدوا تمامها للرسل فبصلوا قالوا هو ده التمن كل اللي انت بعت به مالك قالوا ايوه قالوا ليه بتكذب على الروح وتطرس ازاي عارف وتطرس ان الحنان يا باب بيكذب عليه عين مفتوحة موضبة معينة ربنا يعطيها عشان اللقصاده يكتشف ده ماشي صح ولا غلط ده ماشي صح ولا غلط من جهة لما قال في المزمور افتح يا ربع عيني لأرى مواهب من شريعته اكشف عينيه دي تدينا فكرة على التأمر ان واحد ممكن نقرأ وربنا يديه له موضبة التأمر ويكشف عين عينيه ليرى عجائق من الشريعة ليرى امور مكانش فهمها اي وقت وهو ابتده تهمه ولهذا لا تظنوا ان اتراقت الكتاب لأول مرة كافية ده احنا بنقرأ الكتاب ونتكشف معانه وكنناش نعرفها رغم اننا نكون قريمة جزء ده عشرين مرة ثلاثين مرة اكتر من كده قبل كده تخلي عندك تكون صد وما تضيق شيء ربنا قادر ان يكشف لك معانه الكلام مش بس زي ما قال للرسل بيكشف لهم الرموز ومبوات والتقوز لا ده يكشف لك المعانه الروحية اللي موجودة في الكلام اللي انت بتقرأه يديك موهبة التأمم ودي تورينا برضو المعنى اللي ربنا يعطيها للمتكلم وللسامة يدي المتكلم موهبة انه يكشف له معانه معينة ويدي السامة موهبة انه يستفيد من الكلام اللي بيسمعه وما يقول العين مفتوحة بصيرة روحية مفتوحة للشخص يريد الواحد يكون عادل بصيرة الروحية والعين المفتوحة فيرى مثلا الخطر اذا كان هناك خطر او يرى الحكمة والسلوك والتصرف في هذا الموقف ربنا يكشفه ايه الوضع السليم ولهذا كان الاسراث الاسراث والحكمة من المواهب التي تأتي من الله لما يكشف للانسان ويفتح ذهنه ويفتح قلبه بهذا بهذا نجد ان في تحليل باكر تحريق تحليل صلاة باكر يقول كلمة لطيفة امر يا رب وأقولنا وأسهامنا وقلوبنا امر وأقولنا وأسهامنا وقلوبنا لكي نحن بروع تفتكر انك انت وهبت من الذكاء ومن المعرفة ومن البصيرة ما يمكن ان تكتفي به لا تكتفي ذات لانت في كل يوم في صلاة باكر بتقول امر يا رب وأقولنا وأسهامنا وقلوبنا لكي نعرف كيف نسلم حسنا هو من ضمن عيونا ان احنا لا نطلب بنكتفي بأنفسنا ولا نطلب وربما وربما اي واحد فيك ليصلي السلاة دي في السلاة باكر ما ياخدش داله من عمق بعانيته وانه فعلا محتاج ان ربنا ينير عقله وينير قلبه وينير فهمه ونسعات الحدد بالجلد من فراهة الكتابة زي ما يقول المجمود وصية الرب المضيئة تنير العينين عن بعض وبهذا الشكل يكون الإنسان إنسان مستمير مش مستمير بس زي ما بنقول الكلمة دية على الثقافة العلمانية نقول إنسان مستمير لا فيه استمارة من الروح القدس نقول فيها أمر يا رب أقولنا وحقوبنا وعفانا لنفع ونقول أيضا فلتشغل فينا الحواس المبيئة والأفكار المورانية ولا تغطينا ظلمة الألام إذا كأن الأفكار النورانية موهبة من الله أنت بتطلبها أن ربني يديك أفكار نورانية ويديك حواس ومضيئة وإذا أدعمك ظلمة الألام اكسب بالألام عن الحروب الروحية التي تؤلم النفس والروح وتعتبر ظلمة لأنها بعيدة عن الاسقنارة الحقيقية فلتشغل فينا الحواس المبيئة والأفكار المورانية ولا تغطينا ظلمة بالألام تطلب أن ربنا يفتح عقلة ويفتح قلبك ويفتح ذهنك عشان كده كيف الدعوة اللي بيقولوها أحيانا أن يقولك ربنا يفتح عليك مش يفتح عليك بس أبواب الرزم زي ما قلنهم هجم من الناس اللي بيطلبوا السابقات لا يفتح عليك من ذوق القلب من الفكر من الحواس النورانية ويعطيك استمارة في القلب الاستمارة رضية لأن احنا بيطلب مننا الكتاب أن احنا نكون بنا نور بيطلب مننا وأول هبارة نصليها في التسبحة كل يوم كون يا بني نور لنسبح رب البوائد كيف يمكن أن كنت بيطلب مننا تكون من بني نور يقول سيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين أذهب يعني سيروا في النور يعني سيروا في النور لألا يدركهم الظلام العمل الخير لابد يكون في النور إذا أراد أن الإنسان أن يعمل عمل شغير يعمله في الظلام مداري محد الشيثه في الخفة يبقى بيشتغل في الظلام مداري محد الشيثه في الخفة مأخول عليه لبقى ده الظلام ده الظلام اللي قال عليه الكتاب أن الأشغار أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شغيرة فيحبوا يلفوا أعمالهم في الظلام والظلام أيضا ممكن يقال على الحاجات الخفية في القلب وفي الفكر وفي النية محد في الظلام محد الشيث أنت بتفكر في إيه ولا مشاعرك في القلب إيه ولا نياتك إيه بتعتبر في الظلام أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شغيرة في ناس يفكروا أن الظلمة بتسكرهم أن الظلمة بتسكرهم هكذا كان الكتابة الكتابة والسريسيون هو أسائل كهنة أيام المسيح اللي كانوا بيدبروا للمسيح مؤامرات في الظلام ولذلك لما هم يقبضوا عليه السيد المسيح قال لهم هذه ساعتكم والسلطان والصلاة هذه ساعتكم والسلطان والصلاة كل التدبير في الظلام هي نوع من التدبير الذي في الظلام فأنت يريد تستمرار تصلي وتقول أنر يا رب زهني أنر زهني لأفهم أن هذا يومر لنا فيه ده هو يوم مقدس سواء كم يوم الأربع لأن يوم صيام هو يعتبر يوم مقدس أو يوم التناول لأن اليوم التناول ده يوم مقدس أو أي يوم من أيام حياتك ربنا بيعتبر أنه لازم يكون يوم مقدس وعشان كده احنا بنصل في صلاة الشكر نقول ابتحنا أن نكون هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا وكل السلام لنا على خاطئ أنر يا رب زهني أنر زهني فتح عقلي عشان أفهم أن هذا اليوم مقدس ولازم أسوق فيه في القداسة افتح زهني عشان أفهم أني أنا هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيه ومنساش هذه الحقيقة أفتح زهني أفتح زهني لكي أفهم أنني سورتك ينسالك وينبغي أن أسلك هكذا كسورة الله افتح زهني افتح زهني لأتذكر أني سطية موجهة ضد الله نفسك اللي بيقول عنها دول في المزهور إليك وحدة أخطاء بس أنا ناسي الحكاية دي عشان كذا بقول افتح يا رب زهني لأفهم كل هذه الأمور وفي واحد من القدسين قال غالبية الخطايا أن الخطيئة تثبتها الشهوة أو النسيان بس عدت الواحد بيكون ناسي مش ياخد ذلك محتاج بواحد يتفكره وليس أمر يا رب زهني لألا أنسة وصياء ألل زهني لكي أعمل في النور ولا أسلك في الظلم زي ما بيقول الكتاب الذي تقولونه في المخادع ينادى به فوق السطوح ما فيش حاجة إن كانت نخية عن الناس مش هتكون نخية عن ربنا زي واحد من أجباء الروحيين قال كلمة قيسة قال فكر كما لو كانت أفكارك مكتوبة بحروف من نور على سحاب السماء وإنها لك ذلك بطرة ومكشوفة أمي أنا يا رب حياتي كلها لكي أعمل في النور ولكي أعرف وضعي الذي خلت لي عنها أنت نور العالم فليضع نوركم كذلك كام الناس لياروا أعمالكم الخاصة فليضع نوركم أفتح ذهننا بنورا أو على القلب أدخل النور إلى أنفسنا لأننا نتذكر أن هذا النور كان أول ما صنعه الله في أيام الخليطة الستة قال الله ليكن نور فكان نور فلنصلي إلى الله ونقول له قل يا رب ليكن نور ليكن نور ونعيش في النور ولا نسل في الظلم كذلك كذلك شكرا 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 شكرا 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 شكرا